مرة أخرى تبرهن إيران أنها تستخدم الدين فقط لتحقيق غاياتها ومصالحها ولن تتوانى عن قتل المسلمين ما استطاعت إلى ذلك سبيلا تحقيق جديد يعر نظام الملالي في طهران ويكشف تسليحه لجيش ميانمار رغم مذابحه بحق المسلمين الروهينجا وارتكابه إبادة جماعية وتطهير عرقيا ضدهم متجاهلا الدعوات الدولية المتزايدة لفرض حظر أسلحة على المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بانقلاب في الأول من شباط عام 2021 المنصر يبدو الأمر وكأن آملنا وحقوقنا قد ضاعت ولهذا السبب نخشى أن تحدث نفس الأشياء مرة أخرى على سبيل المثال عندما ارتكبوا فضائع ضد الروهينجا نخشى أن يحدث ذلك مرة أخرى التحقيق الذي نشرته صحيفة آسيا تايمز الناطق بالإنجليزية أكد هبوط طائرات إيرانية في ميانمار مشيرا إلى وجود تعاون عسكري سري بما في ذلك مبيعات أسلحة إيرانية حساسة محتملة حيث نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها إن وفدا إيرانيا هبط في ميانمار في الثالث عشر من كانون الثاني الحالي يعد ثانية أو ثالثة وفدا يزور البلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة بعد أن استولوا على السلطة جاءوا إلى المخيم وعقدوا اجتماعا حضره الجنود وقالوا لنا أن نبقى هادئين لكن عندما طلبنا حقوقنا تحدثوا بطريقة مهددة الصحيفة حصلت على قائمة بأسماء الزوار الإيرانيين في وفد الأسبوع الماضي وكذلك أولئك الذين زاروا ميانمار قبل بضعة أشهر مشيرة بحسب ما نقلته عن محلل إيراني إلى أن هناك أسماء لأفراد لهم صلاة بالجيش بما في ذلك ميليشيا الحرس الثوري الإيراني مرجحة بحسب تقريرها تزويد طهران الحكومة الإنقلابية الحالية بصواريخ موجهة في ظل استخدام الجيش بشكل متزايد القصف الجوية والهجمات بواسطة طائرات الهليكوبتر ضد قوات المقاومة في البلاد نكره الدكتاتورية العسكرية وقررنا أن ننهيها من خلال اقتلاع العسكر من البلاد نعيد بأننا سنقدم المساعدة وسنبذل ما في وصعنا لإنهائهم عندما تبدأ الحرب تحقيق جديد يضاف لتحقيقات وتقارير ومعلومات استخباراتية كثيرة تظهر بعد خامنئي ونظامه عن نصرة الإسلام والمسلمين وجعلهم وقودا لحروبه الطائفية بل ودعم قاتليهم أينما وجدوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر